زي ما احنا متعودين النهاردة في حصريات واخبار مهمة جدا عن نادي الاهلي نادي الزمالك بس خلينا نبدأ الحلقة النهاردة باخبار منتخبنا الوطني اللي بيغادر عصر اليوم السبت الى غينيا بيساو باستعدادا لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ان شاء الله في الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 منتخب مصري ادى مران خفيف كده ظهر اليوم على سيد القاهرة بعدين توجه اللعيبة بعد ذلك الى مطار القاهرة عشان متوجهين الى غينيا بيساو بالقيارة خاصة الرحلة من مصر لغينيا بيساو بتستغرق تقريبا 8 ساعات طيران منتخبنا زي ما احنا عارفين بيحقق الفوز بهدفين مقابل هدف على بروكينيا فاسو في الجولة التالتة اللي فاتت من التصفيات ده بيخلي المنتخب في صدارة المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث انتصارات